اشتركوا في القناة في مدينة الأتارب سواء عسكرية أو مدنية أو اقتصادية أو كما تكون من كافة المسميات وتهدف إلى توحيد القوى في الأتارب ووضع حد المفسدين في مدينة الأتارب وحس الشباب في المدينة على أنه لكل شخص في مدينة الأتارب مكان ولكل شخص هنا له رأي له غاية في المدينة بإذن الله سوف نقوم بتنفيذها هنا سواء على صعيد عسكري أو على الصعيد المدني وسنضع حد ضمن المبادرة للمفسدين وكل من يريد الطعن أو يريد تخريف مدينة الأتارب بإذن الله سوف يكون له حد وسوف يكون له عقوبة قصرة المظلوم لأهالي مدينة الأتارب يكون منفصل عن المجلس يعني إذا تعرض شخص للظلم من قبل المجلس ما فيه هو يرد الظلم يعني ما فيه يشتكي عليه النفسه يعني يكون منفصل بفضل هدف الأساسي أنه نحط الإنسان الصح بمكان الصح يعني المثقف بمكانه المحامي بمكانه الدكتور بمكانه ما نجي نحط الشاب اليوم لأنه طلع ببداية الثورة طلع معنا ببداية الثورة وشال باوذة وقاتل نحطه بدل دكتور أو بدل محامي أو بدل مهندس فهي الهدف الأساسي هذي الآن خلصنا من اجتماع الهيئة العامة لمدينة الأتارب وإن شاء الله بثق عنا أنه نحن نفتح صفحة جيدة في الأتارب نحو العمل المشترك نحط يدنا في يدين بعض وإن شاء نرتقي لحجم تضحيات مدينة الأتارب وإن شاء نوصل لأيد وحدة لهيئة عامة مكاتب نشتغل الشكل أكاديمي وإن شاء الله نحن متفاعلين خير وإلا الله يوفقنا يا رب